بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 150 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح وسنتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله حكم الكفاءة في النكاح ومدى اعتبارها فيه وبيان النساء التي يحرموا نكاحهن وما يتعلق بذلك فالكفاءة لغة المساواة والمماثلة والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء أحدها الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفأ لعفيفة عدل لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته الثاني المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفأ لعربية الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا المبعض كفأ لحرة لأنه منقوص بالرق الرابع الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفأ لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر الخامس اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة فلا يكون المعسر كفأ لموسرة لأن عليها ظارا في إعساره لإخلاله بنفقتها فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة ولكن ذلك لا يؤثر على صحة النكاح لأن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فاسق النكاح لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار وبعض من العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح وهو رواية عن أحمد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ولا للزوج أن يتجوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ولكنه أمر ينبغي له معتباره انتهى والمحرمات في النكاح قسمان قسم يحرم نكاحه تحريما مؤبدا وهن أربع عشرة سبع يحرمن بالنسب وسبع يحرمن بالسبب وهن المذكورات في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا فرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم إلى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخر الآية فالتي يحرمن بالنسب في هذه الآيات بيانهن كما يلي الأم والجدة بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والبنت وبنت الإبن وبنت بنت البنت وبنت بنت الإبن بقوله تعالى وبناتكم والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم بقوله تعالى وأخواتكم وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت ابنتها بقوله تعالى وبنات الأخت وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت بنه لقوله تعالى وبنات الأخ والعمة والخالة لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم والتي يحرمنا بالسبب هن الملاعنة تحرم على الملاعن لما روى الجوز الجاني عن سهل ابن سعد قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا قال الموفق لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع كالأمهات والأخوات لقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متبق عليه وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وتحرم زوجة ابنه وإن نزل لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم لقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا بيان المحرمات في النكاح بالنوعين النسج والسبب وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن واصل الحديث فيما تبقى من هذه الأحكام والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه